اسمي أحمد ومعي تقرير خاص جدا عن الطقس من الشمال للجنوب كل شيء خارج عن السيطرة إذا لم نستمع إلى العلماء ستكون الأمور أكثر فوضوية عندما أكبر لنرى التوقعات لعام 2050 ستؤثر موجات الحر على 94% من الأطفال وسيصبح اللعب في الهواء الطلق شيئا من الماضي سيدمر الجفاف الشديد محاصيل القمح مؤثرا على الطعام الوحيد الذي يحبه أخي الصغير الخبز ستكلف هذه الكوارث نحو 6 تريليون دولار عالميا لمن يدفعون الضرائب خبر ليس سارا لأهلي كل هذا بسبب طبقة من التلوث تحتجز الحرارة في غلافنا الجوي والتي يمكننا أن نتجنب بغاية السهولة ولكن لا تقلقوا لا تزال هناك فرصة لسماء صافية في هذه اللحظات تتحرك أنظمة الطاقة النظيفة من الشرق إلى الغرب مما يخلق آلاف الوظائف وانخفض سعر الطاقة الشمسية أكثر من الوقود والغاز عندما ننظر معا على القمر الصناعي يمكننا أن نرى أن هناك حلول مثل الطاقة النظيفة التي ممكن أن تحمين من تغير المناخ لن يكون ذلك سهلا على الإطلاق ولكنه بالتأكيد أسهل من إعصار إم فاطمة في الوقت الحالي سوف نراقب الوضع وسنوافيكم بالمستجدات بينما نراقب قرارات الكبار ونأمل فقط أن يتوقفوا عن إضاعة الوقت وأن يتصدوا لهذه المشكلة القابلة للحل تماما اشتركوا في القناة